رسالة من السعودية وأعتذر للأخت الموقرة الفاضلة التي بعثت بهذه الرسالة منذ سنة أعتذر عن تأخر الإجابة لأنني لم أجد فرصة لكن هذا أيضا يثبت أنني أحترم الرسائل والأسئلة بالضبط هذه الرسالة وصلتني قبل سنة كاملة في مثل هذه الأيام وصلتني هذه الرسالة الرسالة طويلة ترتبط بتأريخ شهادة إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه فتقول من أنهم في القطيف يحيون ذكرى استشهادي إمامنا الرضا في السابع عشر من شهر صفر في كل سنة وتتساءل قناة القمار تحيي هذه المناسبة في آخر شهر صفر في آخر يوم كهذا اليوم إنه اليوم الثلاثون من شهر صفر وهو اليوم نفسه الذي يحيي فيه الإيرانيون هذه المناسبة في إيران العتبة الرضوية المقدسة تحيي هذه المناسبة في هذا اليوم وهكذا الإيرانيون جميعا يقيمون شعائر هذه المناسبة أتحدث عن مناسبة استشهاد إمامنا الرضا في اليوم الثلاثين في اليوم الأخير من شهر صفر في آخر يوم من شهر صفر أكان الشهر تاما كاملا أم كان ناقصا في آخر صفر الأخت الفاضلة تقول من أن هذه الرواية التي تتحدث عن استشهاد إمامنا الرضا في آخر شهر صفر وردت وردت في كتب المخالف بينما الرواية التي تتحدث عن استشهاده صلوات الله عليه في السابع عشر من شهر صفر ذكرها الكفعمي من علماء الشيعة فتقول لماذا تلتزم قناة القمار بآخر شهر صفر هل لأنني تحول الحديث عني هل لأنني هل لأنني أقمت مدة طويلة في إيران فتأثرت بما يقوم به الإيرانيون والجواب إن الأمر ليس هكذا أنا لا أعترض على إحياء المناسبة في السابع عشر من شهر صفر ولا أقطع بأن المناسبة فعلا هي في آخر شهر صفر فلا هذا الكلام ورد عن العترة الطاهرة ولا ذاك فالرسالة تقول من أن الصواب في مخالفتهم في مخالفة مخالفي العترة الطاهرة ومن أن القول بخصوص شهادة إمامنا الرضا في السابع عشر من شهر صفر ورد في كتاب الكفعم وهذا عالم شيعي القاعدة لا تطبق بهذه الطريقة وما يدريني الكفعم من أين جاء بهذا القول الكفعم في كتبه ينقل عن الشيعة وعن السنة في كتب الأدعية المعروفة للكفعم فإن الكفعم ينقل عن الشيعة وعن السنة وينقل عن السنة في موضوعات مهمة فلا نملك دليلا على أن ما قاله الكفعم قد جاء به من العترة الطاهرة إذ لا يوجد أي مصدر يمكننا أن نعتمد عليه بهذا الخصوص ولذا فإني سأشير إلى بعض من الكتب السنية والشيعية بالنسبة لهذه القاعدة من أن الصواب في خلافهم هذه لا تطبق في كل موقف لها مواطنها ولا نطبقها على ما يقوله علماء الشيعة لأن علماء الشيعة يأخذون عن الشيعة وعن السنة على حد سواء هذه القاعدة لها خصوصيتها ولا تطبق هنا أبدا تأريخ اليعقوبي المتوفى سنة ميتين واربعة وثمانين على المشهور هناك من يقول من أنه توفي سنة ميتين واثنين وتسعين على المشهور توفي سنة ميتين واربعة وثمانين المؤرخ اليعقوبي وهذا تعريخه المشهور الجزء الثاني طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان صفحة أربعمية وثمانية وتحت هذا العنوان وفاة الرضا علي ولما صار إلى طوس توفي الرضا علي بن موسى ابن جعفر ابن محمد بقرية يقال لها النوقان أول سنة ميتين وثلاثة أول سنة ميتين وثلاثة كلام إجمالي يشير إلى شهر صفر كما يبدو باعتبار أنه في بداية السنة لأنه لا توجد عندنا أخبار لا في كتب الشيعة ولا في كتب السنة من أن الإمام الرضا استشهد في شهر محر بحدود ما أعلم ولما صار إلى طوس توفي الرضا علي بن موسى بن جعفر ابن محمد بقرية يقال لها النوقان أول سنة ميتين وثلاثة للهجرة هذا اليعقوب كما قلت لكم اليعقوب متوفى سنة ميتين واربعة وثمانين هذا الطبري تاريخ الطبري المعروف الطبري توفي سنة ثلاثمية وعشرة للهجرة هذه طبعة دار صادر بيروت لبنان وهذا الجزء الخامس تحقيق نواف الجراح صفحة الف وثمانمية واثنين واربعين ثم دخلت سنة ثلاث ومئتين ذكر الخبر عن ما كان فيها من الأحداث خبر وفات علي بن موسى ذكر أن مما كان فيها من أحداث سنة مئتين وثلاثة للهجرة ذكر أن مما كان فيها موت علي بن موسى بن جعفر ذكر الخبر عن سبب وفاته إلى أن يقول ثم 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 إن علي بن موسى أكل عنبا فأكثر منه فمات فجأة وذلك في آخر صفر فأمر المأمون فدفن عند قبر الرشيد قبر الرشيد في المكان نفسه ولذا فإن الزوار الإيرانيين يلعنون الرشيد حينما يزورون الإمام الرضا صلوات الله عليه لأن قبره في البقعة نفسها صحيح أنه لا توجد علامة تدل عليه لكن بحسب حقائق التأريخ فإن قبر الرشيد العباسي في المكان نفسه وذلك في آخر صفر هذا ما ذكره الطبر في تعريخه اليعقوب قال من أن الوفاة كانت في بداية سنة مئتين وثلاثة للهجرة وهذا المسعود في كتابه مروج الذهب ومعادن الجوهر وهذا هو الجزء الرابع من طبعة دار الفكر بيروت لبنان هذه النسخة بتحقيق سعيد محمد اللحام في الصفحة الثانية والثلاثين العنوان مقتلوا علي الرضا بالسم وقبض علي بن موسى الرضا بطوس لعنب أكله وأكثر منه هذه دعايته العباسيين وكأن الإمامة أقول إلى الحد الذي لا يعرف المقدار الذي ينفعه والمقدار الذي يضره وقبض وقبض علي بن موسى الرضا بطوس لعنب أكله وأكثر منه وقيل إنه كان مسموما وذلك في صفر سنة ثلاث ومئتين من دون تحديد الوقت من شهر صفر في صفر اليعقوب قال في أول السنة الطبر قال في آخر شهر صفر المسعودي قال في شهر صفر اليعقوب متوفى سنة مئتين واربعة وثمانين للهجرة الطبر متوفى سنة ثلاثمية وعشرة للهجرة المسعودي متوفى سنة ثلاثمية وستة واربعين للهجرة وهذا ابن الأثير في كتابه الكامل في التأريخ ابن الأثير متوفى سنة ستمية وثلاثين للهجرة وهذا هو الجزء الخامس من طبعة دار الكتب العلمية بيروت لبنان صفحة أربعمية وثمانية وأربعين ثم دخلت سنة ثلاث ومئتين ذكر موت علي بن موسى الرضا في هذه السنة مات علي بن موسى الرضا عليه السلام بحسب ما هو مثبت في الكتاب وكان سبب موته أنه أكل عنبا فأكثر منه فمات فجأة وذلك في آخر صفر وكان موته بمدينة طوس فصل المأمون عليه ودفنه عند قبر أبيه الرشيد في آخر صفر من السنة نفسها ميتين وثلاثة للهجرة وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان للقاضي ابن خلكان المتوفى المتوفى سنة ستمية وواحد وثمانين للهجرة وهذا هو الجزء الثالث من طبعة دار صادر بيروت لبنان بتحقيق الدكتور إحسان عباس صفحة ميتين وتسعة وستين رقم الترجمة أربعمية وثلاثة وعشرين علي الرضا صفحة ميتين وسبعين وتوفي في آخر يوم من صفار سنة اثنتين ومئتين الكتب المتقدمة تحدثت عن ميتين وثلاثة للهجرة هنا في هذا القول يتحدث عن ميتين واثنين للهجرة وتوفي في آخر يوم من صفار سنة اثنتين ومئتين وقيل بل توفي خامس ذي الحج وقيل ثالث عشر ذي القعدة سنة ثلاث ومئتين بمدينة طوس وصلى عليه المأمون ودفنه ملاصق قبر أبيه الرشيد وكان سبب موته أنه أكل عنبا فأكثر من وقيل بل كان مسموما فاعتل منه ومات رحمه الله تعالى هذه الأقوال وغيرها هناك أقوال أخرى جاءت في الكتب السنية في كتب التأريخ وفي كتب السير والتراجم كتبنا الشيعية هذه أمثلة من كتبنا الشيعية ولكن بعد الفاصل الكهف الشريف أهم كتبنا وهذا هو الجزء الأول لمحمد ابن يعقوب الكليني المتوفى سنة 328 للهجرة وهذه طبعة دار الأسوة طهران إيران صفحة 554 باب مولدي أبي الحسن الرضا صلوات الله عليه ولد أبو الحسن الرضا سنة 48 ومئة للهجرة قطعا وقبض عليه السلام في صفر من سنة ثلاث ومئتين وهو ابن خمس وخمسين سنة وقد اختلف في تأريخه في تأريخ وفاته واستشهاده وقد اختلف في تأريخه إلا أن هذا التأريخ هو أقصد إن شاء الله فالكليني الذي كان قد توفرت لديه كتب أحاديث العترة وحاول وحاول تلخيصها تلخيصا فائقا في كتابه الكهف لم يجد عن العترة عن العترة ما يستعين به في الموضوع وإنما نظر في التواريخ الموجودة وهي مختلفة هذا الأمر لا يجري في تأريخ شهادة إمامنا الرضا فقط وسببه معروف السبب التقية الشديدة والجانب الأمني من قبل العباسيين من جهة ومن قبل أئمتنا صلوات الله عليهم من جهة أخرى فهناك التقية وهناك ضياع الكتب وهناك وهناك واستشهاد إمامنا الرضا كان جريمة كان جريمة وجريمة سرية المأمون أظهر حزنا عظيما على إمامنا الرضا المأمون كان في عاصمته في مدينة مر والتي هي الآن في دولة توركامنستان في زماننا فأراد أن يذهب إلى بغداد وأصر على الإمام الرضا أن يصاحبه وفي الطريق توقف في مدينة طوس وهنا دس السم للإمام ودفن الإمام في مدينة طوس فأظهر المأمون حزنا عظيما خصوصا أن الخراسانيين في خراسان عموما وفي مدينة طوس خصوصا كثيرون منهم كانوا يظهرون الولاء لأهل البيت حتى الذين لم يكونوا على منهج أهل البيت فكان الحزن واضحا في خراسان ولذا فإن المأمون أظهر حزنا عظيما لإخفاء جريمته من جهة ومجارات للخراسانيين فيما ظهر من حزنهم ومن جزعهم على إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه الكلين لم يجد في كل الكتب التي كانت متوفرة لديه معلومة واضحة ولذا اختار قولا من الأقوال من دون تعيين اليوم وقبض في صفار من سنة ثلاث ومئتين وهو ابن خمس وخمسين سنة وقد اختلف في تأريخه إلا أن هذا التأريخ هو أقصد هو الأقرب إلى الحقيقة إن شاء الله هذا ما جاء في في كتاب الكاف في الجزء الأول من الكاف الشريف من الكتب المهمة التي تتبعت أخبار إمامنا الرضا عيون أخبار الرضا للصدوق المتوفى سنة ثلاثمية واحد وثمانين للهجرة وهذا هو الجزء الثاني من طبعة مؤسسة شمس الضحاء الثقافية صفحة أربعمية وخمس وأربعين وتوفي سنة ثلاث ومئتين بطوس والمأمون متوجه إلى العراق في رجب بحسب هذا القول فإن الإمام الرضا توفي في رجب وليس في صفر بحسب هذا القول وروى لي غيره الصدوق يقول نقل الكلام عن إبراهيم ابن العباس في أن الإمام استشهد في شهر رجب الصدوق يقول وروى لي غيره أن الرضا عليه السلام توفي وله تسع وأربعون سنة وستة أشهر والصحيح هذا كلام الصدوق والصحيح أنه أن الرضا أنه عليه السلام توفي في شهر رمضان لتسع بقين منه يوم الجمعة سنة ثلاث ومئتين من هجرة النبي صلى الله عليه وأهله يعني في اليوم الحادي والعشرين من شهر رمضان في اليوم الذي استشهد فيه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه مصادر الصدوق ليست من العترة الطاهرة وإنما من المعلومات المتوفرة في عموم الأجواء منها ما هو مذكور في الكتب المخالفة للعترة الطاهرة ومنها ما هو مذكور في الكتب الشيعية تلاحظون أن الاختلاف واسع جدا وهذا ما أشار إليه الكلين واختار شهادة الإمام في شهر صفار سنة ميتين وثلاثة من دون أن يعين يوما من الأيام إذن الصورة ليست واضحة هذا الإرشاد للمفيد الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد المفيد متوفى سنة أربعمية وثلاثة عش للهجرة وهذه الطبعة طبعة مؤسسة سعيد بن جبير قموا المقدسة إنها الطبعة الأولى ألف أربعمية وثمانية وعشرين هجر قمري صفحة أربعمية أو سبعة وأربعين باب ذكر الإمام بعد أب الحسن موسى إنه إمامنا الرضا صلوات الله عليه يقول المفيد وكان مولده بالمدينة سنة ثمان وأربعين ومئة وقبض بطوس من أرض خراسان في صفر من دون تحديد يوم في صفر من سنة ثلاث ومئتين إلى آخر ما جاء من كلام المفيد هو هو قول الكلين من أن الإمامة استشهد في شهر صفار سنة ثلاث ومئتين وهذا الكفعم في المصباح وطبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان صفحة خمسمية وعشرين إنها الطبعة التي كتبت بخط اليد من الطبعات القديمة صفحة خمسمية وعشرين يقول وأما النبي وفاطمة والأئمة عليهم السلام فسنذكر في هذا المقام من أمرهم ما هو مفصل في هذا الجدول إنه الجدول الموجود على الصفحتين خمسمية واثنين وعشرين خمسمية وثلاثة وعشرين جدول بأسماء المعصومين وتواريخ ولاداتهم وتواريخ شهاداتهم إلى بقية التفاصيل التي أثبتها في هذا الجدول صفحة خمسمية وثلاثة وعشرين جاء فيما يرتبط بإمامنا الرضا في حقل إمامنا الرضا في هذا الجدول من أنه استشهد يوم الثلاثة سابع عشر صفر لسنة ثلاث ومئتين ولا نعرف مصدره من أين جاء بهذا الكلام كالبقية الشيعة في القطيف والشيعة كذلك في العراق يحيون مناسبة استشهاد إمامنا الرضا في السابع عشر من شهر صفر اعتمادا على هذا القول وأنا لست معترضا هذا قول من الأقوال بإمكان الشيعة أن يحي المناسبة بهذا التأريخ وفي السنين السابقة في المجالس التي كنت أقيمها في مدينة قم كنا نحي هذه المناسبة نحي المناسبتين نحي المناسبة في السابع عشر من شهر صفر ونحي المناسبة في آخر شهر صفر أقوال مؤرخي السنة ليس عليها من دليل وأقوال علماء الشيعة ليس عليها من دليل الصورة غائمة المفيد المفيد في كتابه تصحيح الاعتقاد عقائد الشيعة وهذه طبعة دار المحجة البيضاء بيروت لبنان صفحة مية وعشرة ماذا يقول المفيد وهو يرد على الصدوق فأما ما ذكره أبو جعفر يعني الصدوق الصدوق هو أبو جعفر محمد ابن علي ابن بابوي القمي المتوفى سنة ثلاثمية وواحد وثمانين للهجرة المفيد متوفى سنة أربعمية وثلاثة عش للهجرة وكان الصدوق من مشايخ المفيد المفيد هنا يرد على كتاب الصدوق الذي يعرف بعقائد الصدوق أو بالاعتقادات فأما ما ذكره أبو جعفر من مضي نبينا والأئمة بالسمي والقتل فمنه ما ثبت ومنه ما لم يثبت والمقطوع به أن أمير المؤمنين والحسن والحسين خرجوا من الدنيا بالقتل ولم يمت أحدهم حتف أنفه حتف أنفه يعني على فراشه من دون قتل وممن مضى بعدهم مسموما موسى بن جعفر ويقوى في النفس أمر الرضا هو في حال شك من أن الرضا قتل مسموما أو لم يقتل ويقوى في النفس أمر الرضا وإن كان فيه شك فلا طريقة إلى الحكم في من عداهم أي أن باقي الأئمة لا يعتقد المفيد بأنهم قد قتلوا وهذا ما عليه مراجع النجف وكربلاء ويضحكون عليكم حينما حينما يقولون لكم من أن الأئمة استشهدوا في اليوم الفلاني أو في اليوم الكذائي هم لا يعتقدون بذلك ويقوى في النفس أمر الرضا وإن كان فيه شك فلا طريقة إلى الحكم في من عداهم بأنهم سموا أو اغتيلوا أو قتلوا صبرا فالخبر بذلك يجري مجرى الإرجاف مجرى الإرجاف يعني الدعايات الكاذبة هذا هو الإرجاف يعني أن الذي يعتقد بأن أئمتنا قد قتلوا سما قد اغتيلوا إنما يعتمد الدعايات الكاذبة هذا هو قول المفيد في كتابه العقائد الذي كتبه للشيعة وعلى الشيعة أن يعتقد بما في كتابه هذا وهو يرد على الصدوق الذي كان يعتقد بأن الأئمة قد قتلوا واغتيلوا فلا طريق إلى الحكم في من عداهم في من عدا الأئمة الذين مر ذكرهم أمير المؤمنين الحسن الحسين الإمام الكاظم الإمام الرضا أمره مشكوك هل اغتالوه أم لم يكن ذلك الأمر ويقوى في النفس أمر الرضا وإن كان فيه شك فلا طريق إلى الحكم في من عداهم بأنهم سموا أو اغتيلوا أو قتلوا صبرا فالخبر بذلك يجري مجرى الإرجاف الإرجاف والأراجيف الدعايات الكاذبة وليس إلى تيقنه سبيل أقرأ رواية عليكم من عيون أخبار الرضا إنه الجزء الثاني من الطبعة التي أشرت إليها قبل قليل هذا هو الباب السادس والستون الحديث التاسع بسنده بسند الصدوق عن أبي الصلت عبد السلام ابن صالح الهروي الهروي من أصحاب إمامنا الرضا وكان مرافقا له وخادما له قال سمعت الرضا عليه السلام يقول هذا الهروي هو الذي ينقل هذا الكلام عن إمامنا الرضا والله ما منا إلا مقتول شهيد هذه عقيدة الصدوق أما عقيدة المفيد وعقيدة مراجع النجف وكربلاء ليست كذلك تخالف حديث العترة والله ما منا إلا مقتول شهيد فقيل له ومن يقتلك يابن رسول الله قال شر خلق الله في زماني يقتلني بالسم ثم يدفنني في دار مضيعة وبلاد غربة ألا فمن زارني في غربتي كتب الله تعالى له أجر مئة ألف شهيد ومئة ألف صديق ومئة ألف حاج ومعتمر ومئة ألف مجاهد وحشر في زمرتنا وجعل في الدرجات العلى في الجنة رفيقنا هذا الحديث على سبيل الأنموذج من الأحاديث الرضوية ومن الأحاديث المعصومية التي أخبرتنا بأن المأمونة العباسية هو قاتل إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه ولعنة الله الوبيلة الدائمة على الخؤون العباسي قاتل إمامنا الرضا بعد هذه الجولة السريعة بين الكتب السنية والكتب الشيعية لا نستطيع أن نمسك بتأريخ من التواريخ وهناك تواريخ أخرى هناك تواريخ أخرى أثبتها على هذه الورقة تنتشر في الكثير من الكتب السنية والشيعية هناك قول من أن الإمام الرضا استشهد في الرابع عشر من صفار إذن هناك الرابع عشر من صفار وهناك السابع عشر من صفار وهناك آخر يوم من صفار الأول من شهر رمضان ومر علينا من أن الصدوق يصرح من أن التأريخ الصحيح هو الحادي والعشرون من شهر رمضان وهناك قول من أنه الثالث والعشرون من شهر رمضان يوم القدر وهناك قول آخر الثالث والعشرون من شهر ذي القعدة وهناك قول آخر إنه آخر يوم من شهر ذي الحجة أقوال كثيرة ومختلفة لا نستطيع أن نضع أيدينا على تأريخ بعينه الأخت العزيزة الفاضلة السائلة ترجح السابع عشر من شهر صفار لأنهم اعتادوا في القطيف أن يحيوا المناسبة في هذا التأريخ وتقترح من عندها اقتراحا من أن الصواب في خلاف ما ذكره المؤرخون السنيون وبينت من أن القاعدة هذه لا يعمل بها هنا فأقوال المخالفين وأقوال الشيعة على حد سواء لا نعرف مصادرها الذي جعلني أختار آخر صفار لأنني أقطع بهذا الآمر لكن سببا واحدا جعلني أرجح ترجيحا محدودا هذا التأريخ الإمام مؤردى استشهد في طوس ودفن في طوس والناس تعرف المناسبة وهي تحييها منذ زمن بعيد هذا هو السبب أنا لا أقطع بهذا التأريخ ولا أعترض على إحياء المناسبة في السابع عشر من شهر صفر أو في أي تأريخ آخر الشيعة العرب اعتاد أن يحي المناسبة في السابع عشر من شهر صفر صحيح هذا ولكن من دون دليل من حقهم أن يحي المناسبة في هذا التأريخ لا يوجد مانع يمنع من ذلك أما السبب في اختيار آخر شهر صفر كما قلت قبل قليل إمامنا الرضا استشهد في طوس في مدينة مشهد ودفن هناك وقام العزاء على إمامنا الرضا من قبل المأمون ومن قبل شيعته شيعة الإمام الرضا ومن قبل الخراسانيين عموما في مدينة مشهد وبقي هذا الأمر موجودا في تلك البلاد عبر التأريخ مرة يضيق ومرة يتسع حتى وصل إلى أيامنا هذه أنا لست متأكدا من أن التشخيص التأريخي هذا دقيق لكنني أرجحه لأن أهل البلاد أعرف بتأريخهم وأعرف بمناسباتهم وهذه مناسبة مميزة حدثت في تلك البلاد فالخراسانيون منذ قديم الزمان يحيون المناسبة في هذا التأريخ أعتقد أن صورة صارت واضحة وجلية جدا نذهب إلى فاصل